وفي ملف البنى التحتية والخدمات يشكو سالكو الطريق بين تكريس وكاركوك من زحمات مرورية غير اعتيادية سببها تحويل خط سير الشاحنات عقب اغلاق جسر داقوق في قضاء الطوز نتيجة السيول الأخيرة بعد ان ظل يعمل بممر واحد منذ سنتين تقريبا مطالبين وزارة الاعمار بجهد استثنائي لمعالجة هذه المعاناة الكبيرة التي تحاصر ارزاق الناس سالكو الطريق من مواطني وثائقي الشاحنات يتفقون على ضرورة التعجيل باصلاح الجسر واعادة خط سير الشاحنات باتجاه ديالة الى بغداد لحماية ارواح الناس وايضا تخفيف الضغط على الطريق خاصة وان الشاحنات لا تلتزم بالاوزان المحددة لمضاربات تجارية على حساب السلام العام